حلقة النهاردة هيكون موضوعها عن الفرق بين الشيك واصال الامان. بيختلط على البعض بين الفرق والشيك واصال الامان. على الرغم من الاختلاف الواضح بينهم والعقوبات المرتبطة بهم. هتكلم النهاردة بنظر عامة عن الفرق بينهم لان طبعا من الصعب توضيح الفرق بينهم تفصيلا في خلال حلقة واحدة. حابب اكد قبل ما اتكلم في موضوع النهاردة عن اهمية دور المحامي في اي مشكلة قانونية حضرتك بتواجه. وان جميع الحلقات اللي انا بقدمها لحضراتكم هو كلام عام وليس كلام متخصص موجه للكافة. وما ينفعش تكون الفيديوهات دي هي سبب اساسي لك. لحل اي مشكلة قانونية حضرتك بتواجه. لازم يكون معك محامي محترف فيه قدر يوجهك قانونا لاي مشكلة. نتكلم في موضوع النهاردة اولا الشيك. الشيك هو يعرف بانه محرر مكتوب وفقا لما حدده القانون. هو امر من الساحب محرر الشيك الى المصحوب عليه. الشيك لصالح المستفيد وهو المحرر هو الشيك. يرضى على الشيك لقانون التجارة رقم سبعتاشر للسنة التسعة وتسعين. في حاجة اساسية اول ما نتكلم عن الشيك لابد منذكرها. الشيك دايما بيبقى مجرد عن سببه. بمعنى ان المحكمة ده لا تلتفت لاي سبب لكتابة الشيك. بعكس اصال الامن. المحكمة هنا بتنظر للشيك في جزئيتين فقط لا غير. اولا صحة التوقيع الصادر من المتهم على الشيك. ثانيا تسليم المبالغ المكتوبة في الشيك اولا. انواع الشيكات كتير. منها الشيك المسطر والشيك غير قبل التداول والشيك الحكومي والشيك السياحي والشيكات البلدية والشيك المعتمد والشيك المكيد في الحساب. المتهم بالشيك بيبقى دايما صعب التبرق منه في حالة عدم الالتزام بسداد اي مبالغ مستحق عنه. النهاردة كمثال بسيط لو حضرتك اشتركت مع شركة السمار عقاري على شراء واحدة سكنية بنظام اقصات محددة وتم الاتفاق ما بين الاطراف على سداد الاقصات بدمان شيكات بنكية وكتبت على نفسك مجموعة من الشيكات البنكية بقيمة كل قصة على حالة. وفجئتي بعد كده ان المشروع طلع وهمي وفي معادة تسليم الموضح بالعرض لم تسلم الشركة الوحدة السكنية لحضرتك. وبناء عليه حضرتك للاسف ما كملتش سداد باية الاصار. هنا حضرتك الشركة ممكن بكل سهولة ترفع الشيك عليك وتاخد على حضرتك حكم للأسف. اما عن عقوبة الشيك فوفقا للمدى خمسمائة اربعة وثلاثين فقرة اولى من كنان التجارة فانه يعقب بالحبس من اربعة وعشرين ساعة الى ثلاث سنوات. وبغرامة لا تتجاوز خمسين الف جنيه. كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتية. اصدار شيك ليس له مقابل وقف للصرف. استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. تلاتة. اصدار امر للمسحوب عليه بعد صرف الشيك في غير الحالات. المكررة قانونا. اربعة. تحرير الشيك او التوقيع عليه بسيئنية على نحو يحول دون صرف. هنا اتكلمت عن الشيك بصفة عامة ودلوقتي انا اتكلم عن اصاد الامانة. بالنسبة لاصال الامانة هو عقد من عقود الاقتمال الوردة على سبيل الحصر وفقا من نص المادة تلتمائة واحد واربعين عقوبات. اصال الامانة للأسف هو اقصر جريمة خيانة الامانة شيوعا في الحياة العملية حاليا. عشان كتير من الناس بتيستخدمهم في التجارة وازبات الديون والحقوق بينهم. وهو عبارة عن ورقة تتمة بين سلاس اطراف يتعهد فيها شخص بتوصيل مبلغ محدد من شخص الى اخر. عقوبة اصال الامانة وفقا لنص المادة تلتمائة واحد واربعين من قانون العقوبات فان من اختلس او استعمل او بدد مبلغ مليء او امتع او بضائع او نقودا او تزاكر او كتابات اخرى مجتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او وضع اليد عليها وكانت الاشياء المسكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهنة او كانت سلمت له بصفة كونه وكلا باجرة او مجانا بقصد عضاها للبيع او بيعها او استعمالها في امر معين لمن فعت المالك او غيره يحكم بالحبس من اربعة عشرين ساعة الى ثلاث سنوات كما تعد قائمة المنقولات الزوجية التي يوقع عليها الزوج من عقود الامن ونصيحة ليكم بلا شقيمة منولات وان شاء الله انا هبقى وضح في حلقة كاملة عن قائمة المنقولات الزوجية والبراءة منها موضوع حلقتنا النهاردة انتهى ومعدنا ان شاء الله في حلقة جديدة وموضوع قانون المختلف يهميني رأيكم دايما ولو عندكم اي افكار جديدة هكون سعيد طبعا لو شاركتوني صناعة المحتوى القانون اللي انا بقدمها لحضراتكم شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة